قرر البرلمان العربي في ختام اجتماعاتي التي عقدت في القاهرة بمشاركة ممثلي مملكة البحرين من أعضاء السلطة التشريعية قرر اعتبار حزب الله اللبناني جماعة إرهابية وأدانة دخلات إيران في شؤون الدول العربية وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور أحمد الجروان إن أعضاء البرلمان ارتأوا من خلال بعض المعطيات القانونية فيما يخص القضايا الأمنية اعتبار حزب الله جماعة إرهابية وأدان الممارسات التي يقوم بها وتستهدف زعزعة أمن العديد من دول المنطقة وأضاف أن البرلمان العربي دال في بياله الختامي التدخل الإيراني المباشر وغير المباشر في شؤون الدول العربية ومؤكدا رفضه لأي تدخل أجنبي في شؤون أي من الدول العربية بما يهدد سلامة الأمن القومي العربي اشتركوا في القناة